اشتركوا في القناة على الانسان ولتجنب هذا يجب الابتعاد عن الاسماك التي مصدرها المحيطة وحتى الاسماك التي تمت تربيتها في مزارع الاسماك لانها قد تكون مسمومة ايضا اذا لم تتناول النوع صحيح من الاسماك فقد تمرض او اسوأ ثانيا قوارير الماء الساخن العديد من الناس يستخدمون قوارير الماء الساخن لعلاج العديد من الامراض هذه القوارير بدورها تصنع من بلاستيك بوليمير بولي الكربوناتا او متعدد الكربوناتا والذي يحتوي كربونا سام اسمه البيسفينول او البيبي اي هذا الاخير يتسبب في سرطان البروستات وسرطان الدماغ واضرارا بالدماغ ويتسبب في مشاكل للغلد صماء العديد من الشركات اتفاقت على ايقاف استخدام هذه المادة الكيميائية في صنع قوارير الماء الساخن لكن رغم كل هذا يدعون انها امنة العديد من الدول ملعت استخدام هذه المواد في تصنيع رضعات الاطفال لكن رغم كل هذا لا تزال البيسفينول متواجدة في العديد من الاهدوات من حولنا من اشريطة الدي في دي الى الحواسيب وغيرها ثالثا خيط الاسنان المركبات المشبعة بالفلور متواجدة في العديد من المنتجات من بين هذه المنتجات الخيط المستخدم لتنظيف الاسنان والشامبو المشكلة هو ان هذه المركبات صعبة الزوال او التحلل وقد تبقى في جسدك لسنوات زيادة على هذا هي سامة للغاية فغالبا ما يربط اسمها بتلف الكلا تلف الكبد وهي جد خطرة على الاطفال رابعا شرب عصير فواكه العديد من الناس يشربون كأسا من العصير كل صباح ما لا يعرفونه هو ان هذا قد يقتلهم العصير المجفف عصير الفواكه كلها تحتوي على ثاني اكسيد الكيبريتا هذا الاخير يستخدم كحافظة لسوء الحظ فهو غير مصمم للجسد البشري ما يفرزه يؤثر على الاداء في المدى الطويلة ويمنع بعض الرسائل العصبية ويتسبب في الحساسية وهو واحد من اكثر ملوثين المعروفين للجو لذلك ان كنت تفكر في ان شرب كأس من عصير الفواكه قد يساعد جسدك ويمدك بالفيتامينات لقضاء يومك فتذكر انه قد يتسبب في وفاتك ايضا خامسا استخدام واق الشمس العديد من الناس يستخدمون المستحضرات الواقية من اشعة الشمس فعلا هذا قد يحميك من التعرض لحروق بسبب اشعة الشمس لكن نسوء الحظ هذا يمنع الجسد من ان يأخذ الجرعة التي يحتاجها من الفيتامين دي وهذا قد يشكل خطرا على صحتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر